مجلس التنمية الاقتصادية الخصبة أمام رؤوس الأموال الأجنبية والبيئة التشريعية الملائمة بناء على ما تحقق لمملكة البحرين من تطور ونماء اقتصادي كبير ومشهود في مجالات عديدة أبرزها لاستثمار واستنادا إلى الخطط التنموية والاستراتيجية للارتقاء بمجالات الاقتصاد المتنوعة في المملكة تترقب مملكة البحرين مزيدا من التطور والتنمية الشاملة في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والتي تتطلب عزما كبيرا وعملا مستمرا من قبل جميع الجهات المعنية في مجالات الاستثمار علاوة على بذل مزيد من العطاء للبناء على ما تحقق من نجاحات وصولا لإنجازات أكبر وأشمل لتكون البحرين دائما كما أراد لها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه نموذجا حضاريا رائدا في شتى المجالات تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية للإستثمار عملية تتطلب المزيد من الجهد والعطاء من خلال جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية تنفيذا لمبادرات التنويع الاقتصادي وهو ما جسده أبناء البحرين في كثير من الإنجازات التنموية بكل عزيمة وإرادة أضافت الكثير لرصيد منجزات المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بنعم ومساندة مستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله طموح مستمر تتطلع له مملكة البحرين في استمرار الجهود الوطنية لتحقيق المزيد من النجاحات نحو تعزيز تنافسية المملكة وجعلها تواصل تبوء المراكز المتقدمة وفقا للإستراتيجيات والخطط المستمرة التي هي موضع تنفيذ فريق البحرين والتي ساهمت بشكل فعال في أن تشهد البحرين نموا متزايدا للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وذلك انطلاقا من الفرص الواعدة التي يخلقها فريق البحرين أمام المستثمرين إلى جانب الجهود المتواصلة في تطوير المنظومة التشريعية المرنة الداعمة لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني والتي ساهمت في استقطاب الاستثمارات النوعية إلى مملكة البحرين متجاوزة بذلك جميع الأهداف الموضوعة لها